ومع تواصل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بنهاية هذا العام في شرم الشيخ أكد رئيس الوزراء أن الدولة مطالبة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول العالم في تطبيقها وحنبدأ نطبق أيضا معايير مهمة جدا تدريجيا معايير بتتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة احنا النهاردة مصر الحقيقة باستضافتها لقمة المناخ اللي حتبقى في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله احنا مطالبين كدولة أن احنا نبدأ تطبيق معايير الخضراء والمعايير الاستدامة البيئية وده للعالم كله الحقيقة ابتدى يتحرك إليه يعني اتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول بدأت تعلن أن اعتبارا من بداية عشرين تلاتة وعشرين إن أي سلع حتدخل في هذه الدول إذا ما كانتش هذه السلع تتوافق مع المعايير البيئية يإما حيتم منع دخولها أو حيتم فرض رسوم عالية جدا عليها عشان يجبروا إن المنتجات اللي تدخل تبقى متوافقة بيئيا مصر ليست متأخرة عن هذه الدول وإحنا الحقيقة يعني شايفين إن إحنا ده الوقت المناسب وبالذات في ظروف استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ إن ده يبقى يعني ظرف مناسب ووقت مناسب جدا إن إحنا نبدأ أيضا منتواكب مع كل دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم وشغلين على هذا الموضوع الحقيقة وحنبدأ فعلا زي ما قلت لحضراتكم تطبيق هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا ترجمة نانسي قنقر